السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد نتحدث في هذا الفيديو عن كلمات استفهامية أو نسميها كلمات استفهامية مثل باللغة العربية في عدنا أسماء الاستفهام أين كيف لماذا أي من وهكذا أيضا باللغة الإنجليزية في عدهم أسماء استفهامية يسمونها WH words طبعا كل لغات العالم أكيد في عدهم يعني لما يتكلم أو يكتب يمكن جملة مثبتة جملة عادية ما فيها ولا 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 بيكون عندنا سؤال علامة استفهام أو جملة negative فيها not و never أو جملة استفهامية أكيد يعني راح يكون أحد هذه الجمل اللي يستخدمها ما ضمن الجمل سؤال أكيد كل لغات العالم في عده سؤال يسأل مجموعة يسأل شخص وهكذا في هذا الفيديو نتعلم الكلمات الاستفهامية اللي تستخدم في اللغة الإنجليزية أول ملاحظة نتبع عليها لماذا تسموها WH word ومن ضمنها جاءت الأسئلة WH questions أسئلة WH لماذا؟ لأن تبدأ به WH word كلمة في بدايتها WH نلاحظ why WH whom WH who WH whose WH what WH where WH WH لذلك اختصروا الموضوع تسموه WH questions أسئلة WH نتقى الإجابة عبارة عن عبارة أو جملة إذن أول ملاحظة نتبع لماذا تسموها WH لأن تبدأ الكلمات الاستفهامية أو مثل العربين نسميها أسماء الاستفهام ب WH نقرم بعض أسماء الاستفهام يجب حفظها يمن في طريقة تبصمها بصن كل كلمة كيف تقراها وشو المعنى لكل كلمة بصم عشان بيكون يسأل علي تشكيل السؤال ما في حال صعب أن يشكل السؤال ولا ما أعرف وين وير ماذا تعني يكون بصم بصم أعرف مناهم أعرف كيف أقراهم بالتالي بيكون عندنا تشكيل السؤال أسهل الأفضل كتابتهم أتعلم على سبلينغ يعني كتابة لكل كلمة وترجمة كل كلمة ماذا يقابلها باللغة العربية وهكذا لاحظ وين اله الدبل بعدين اله اله معنى الفضل وين وين لا نقول وهن وهن إذن وين اله لا تلفظ أيضا ويتش 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 لاحظ اله أيضا مع نطقة ويتش لاحظ سي اتش ننطقة مع بعض تش لا نقول لا نقول ويش أصبع إذا كتبنا ويش أو نطقنا ويش معاته يتمنى أو أمنى ويش ملاحظين يعني وي اس إذن هذا بيكون خطأ إذن نلفظها ويتش هوم ننتبه هذه بهالحالة اله هنا لا تنطق لا نقول هوم لا اله كلمة موجودة هوم هوم لاحظ هوم اله لا تلفظ دائما نشوف عندما أضع نقطة أقصد بها الحرف أنه هذا سايلنت سايلنت لتر حرف صامت أيضا هو هو لاحظين أيضا اله لا يلفظ بالأول اله هو الذي لا يلفظ الآن اله لا يلفظ هوم هوم هو هو واي واي نرجع على اله ما يلفظ واي واي هاو 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 نعيد المجموعة الأولية وين وين ويتش 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 هوم هوم هو هو واي واي هاو 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 نرجع المجموعة الثانية وار وار أيضا اله لا يلفظ لا نقول وهار اله ما تلفظ وار وار أيضا نرجع اله لا يلفظ هو 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 ممكن شخص بيقول يا أخي حيارتنا مرة اله مرة اله يا أخي أحفظها كما يلفظونها بس عبارة نحن نوضح أنت أحفظ اله مرة اله لا يلفظ ومرة اله لا يلفظ مع الاستخدام مع الممارسة راح تشوف الأمور سهلة يعني أتكلم للشخص البعض وجديد باللغة الإنجليزية وتكون عليه الاسمالي سفهم صعبة بالطريقة هذه بتكون إحنا حصرنا الموضوع يام يكون W ما تلفظ أو H ما تلفظ خلاص بحفظها صار عدة بشكل رؤيتين مع التكرار ال W لا ينطق ال H ما ينطق وهكذا اخذوا الأمور بساطة هو وات وات ال H ما تلفظ لا نقول وهت وات إذن وات وات هاو how many how many how much إذن لاحظ CH ننفظه how much how much how often how often الت ممكن ننفظه أو لا ننفظه الحالة صحية how often أو how often how far how far ال R دائما إذا ما جاء يعني جت بالأخير الوحدة بدون أي شيء بعدها نحاول أنه ما ننفظه أو ننفظه بشكل خفيف لا نقول فار فا فار لاحظين مثل عدنا كلمة كار لا نقول كار كار إذن ال R كأنه كما ما تلفظ أو تلفظه بشكل خفيف أو ما ننفظه يكون أفضل كا كا أو كا كأنه ال R بها حركة صغيرة فا فا لاحظين ال R بآخر الكلمة نحاول ما ننفظها إذا كانت لكن إذا جاء بعدها إي لا هنا لازم ننفظها كار لاحظيم كار كار ننفظها كار اللي حب يرجع الفيديو الصوتيات أو اللفظ الصوتي بيدخل قائمة التشغيل بيحصل كيف ألفظ الأحرف والكلمات باللغة الإنجليزية بيساعد أو بتاعد الفيديوهات هذه كثيرا هاو 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 أوفتن هاو فا هاو فا هاو لان هاو لان هاو أول هاو أول هاو وايد هاو وايد إذن نلاحظوا بهشكل هذا كيف ننفظ أسماء الصفاء ننتقل إلى ترجمتهم ممكن شخص يطلب الترجمة when بمعنى متى نسأل فيه عن الوقت time when متى which بمعنى أي تستخدم للتفضل بين الشيئين أو الاختيار يكون أفضل بين الشيئين يعني which book do you like أي كتاب تفضل which color do you like أي لون تحب إذن يما يكون which lean الاختيار بين الشيئين هذا الشيء أو يأتي بعدها or أو أو للتفضيل للاختيار أو التفضيل رح نأخذ أمثلة whom هم بمعنى من نسأل به عن المفعول به يعني شخص لكن يكون بحالة مفعول به رح نأخذ أمثلة الآن بس ترجمة الكلمات هو أيضا بمعنى من نسأل به عن الفاعل فاعل اللي قام بالحدث المفعول به اللي وقع عليه الحدث why why إذن لماذا when متى which أي whom من المفعول به هو من للفاعل why لماذا how كيف how كيف يعني نسأل عن الحالة where أين أسأل عن place عن مكان معين where أين هو لمن أسأل به عن ملكية شيء ما what بمعنى ما أو ماذا what how كم عدد كمية يعني 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو قمت بها أو استقررت بها أو اللي أخذت منك how long وأيضا how long يجمعتها للأطوال كم طول الباب وهكذا how long how old أو قبل نأخذ how how wide كم عرض كم عرض شيء معين how wide how old نسأل بها عن العمر how old are you how old is she وهكذا إذن هذه أسماء الاستفام مع لفظها مع معنى أو الترجمة المقابلة في اللغة العربية لاحظ what is your job ماذا يكون عملك يعني ما عملك لا سنقول ممكن شخص ما خلص أو ماذا ما يكسب و job عمل بس what job ما عمل أو what your job لا يستخدم is إذن لم يكن هناك فعل صريح بالجملة مثلا go eat drink إذن بهذه الحالة يجب أن نستخدم فعل كون what is your job هنا job مفرد نستخدم is what is your job ماذا يكون عملك بالمناسبة أسماء الاستفام ليست لها علاقة بها لأزمنة خلاص تحافظ على مقابلها ومعنىها في اللغة العربية what time do you get up يعني أي وقت do you get up تنهض what time do you get up what time do you eat your food what time وهكذا when do you read the story when بمعنى متى when do you read متى تقرأ القصة تشكيل سؤال WH لاحظ بالأول WH where يعني كلمة استفهمية بعدين helping verb فعل مساعد بعدين subject الفاعل وبعدين الفعل بعدين تكملت الجملة إذا تشكيل السؤال لاحظ نحن نعرف الجملة الإنجليزية فاعل وفاعل وتكملت الجملة أثناء السؤال فقط نصبغ الفاعل بفعل مساعد وقبل الفعل مساعد نضع اسم الاستفام اللي ذكرناها where are you going now هي أصلة جملة مثبتة you are going to school مثلا الآن أنت ذاهب للمدرسة الآن أريد أن نشكل سؤال إذا كان yes no question أسرة نعم أو لا بس نضع r في بداية الجملة are you going to school هل أنت ذاهب للمدرسة إذا أردت أنا أسأل عن إلى أين ذاهب أحذف كلمة school وضع where تصبح where are you going now أين أنت ذاهب الآن الإجابة كما قلنا نحذف اسم الاستفهام لا نحذف r لأنها من أصل الحاضر أو المضارع مستمر تصبح you are going to school أكمل الجملة كما هي which color do you like كما قلنا which معنى أي أي لون do you like تحب نفسي كأنه كلام موجود which color أي لون which do you like white دائما مع which أستخدم or which color do you like أي لون تحب white or black أبيض أو أسود لاحظ who وهم هو سؤال الفاعل لاحظ who لا نحتاج إلى فعل مساعد فقط الجملة مثلا إذا كان الفاعل مثلا mary mary open the door فتحت mary الباب أثناء السؤال فقط أحذف الفاعل وضع who بدون أي تغيير ولا فعل مساعد ولا شيء دائما who من شكل هذا who open the door من فتح الباب المتوقع نسل الفاعل فقط ترتيبة جملة كما هو فقط نضع الفاعل به المكان هذا مثلا أحمد open the door فتح أحمد الباب بالنسبة الhome بمعنى من المفعول به مثلا whom did they go with يعني مع لاحظ مع من ذهبوا أو ممكن نضع with بداية الجملة يتصير with whom did they go أثنين صحيحة دائما مع whom هم بيكون حرف الجريام يكون with مع إذن بآخر الجملة أو يكون بداية الجملة with whom did they go أو whom did they go with إذن بمعنى من المفعول به مع من ذهبوا أثنين الإجابة نحذف هم نحذف did نبدأ ب they الفاعل did بالماضي رجع go إلى الماضي لأن قبل did هي تشير على الماضي الحين حذفنا did أثنين الإجابة رجع go إلى الماضي they went with Mary مثلا ذهبوا مع Mary لاحظين إذن سهلة دائما نسمى الاستفاة ما أحذفه الفعل مساعد أحذفه بل المضارع البسيط والمضارع بسيط من أصل الجملة من أصل الفعل لاحظ they went لاحظ they الزمن بالماضي الرجع go إلى went they went ونكمل الجملة with ونسألنا whom دائما اسم الاستفاة من أسأل فيه عن شيء معلومة ما أتنسى عن Mary هي المفعل به they went with Mary ذهبوا مع Mary لماذا أنت سعيد ممكن شخص يكتب why you happy هذا خطأ يجب أن يكون بجملة الإنجليز دائما فعل إذا ما يكون الفعل واضح مثل يأكل لي أشرب هنا يكون الفعل فعل كون يما am يما is are you تأخذ are نستخدم قبل أو نستخدم are قبل الفعل why are you happy لماذا أنت أو لماذا تكون سعيد why لماذا how was your party يعني كيف كانت حفلة how كيف how often do you take the medicine how how often بمعنى لا نقول كم غالبا كم مرة do you take تأخذ the medicine الدواء مثلا I take once once بمعنى مرة daily مرة واحدة يوميا twice مرتين daily مرتين يوميا نستخدم الرقم ونستخدم كم times three times four times five times وهكذا how old are you كم عمرك how old is she how old وهكذا how old معنى كم عمر how much milk do you drink لحظة how much غير معدود لأنه milk غير معدود لأنه نضع s how much milk لأنه الحليبين عنده لنقول حليبة حليبتين ثلاث حليبات three milks خطأ ممكن نستخدم عبوة يعني one bottle of milk two bottles of milk three bottles وهكذا one spoon of milk two spoons وهكذا نستخدم مقياس معين how much milk do you like or do you drink how many كم عدد نستخدم مع المعدود يكون في s دائما بعد how many يكون عندنا s أو إذا كان جمع غير يعني مون type s يعني جمع شاب عندنا how many people how many children وهكذا how many cars do you have كم من السيارات لديك how long بمعنى كم الفترة كم الفترة الزمنية كم المدة إذن كم المدة how long have you lived there كم المدة عشت هناك how أو عشت هناك how far is the bus stop from here يعني كم البعد المسافة how far is the bus stop أو كم تبعد المسافة من the bus stop من موقف الحافلة from here من هنا هذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن question words اسماء الاستفهام باللغة الإنجليزية لفضنا اسماء الاستفهام ترجمناهم أخذنا بعض الأمثلة بعض الملاحظات أتمنى أني قدمت شيء للفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته